عرفنا موضوع الدعوة هو الإسلام وشرحنا مفهوم الإسلام وكذا وقفنا على الخصائص العامة والخاصة للإسلام في هذا الدرس من أركان الدعوة والآن ما هي المبادئ التي يشتمل عليها الإسلام إن الحديث عن المبادئ جملة أو اجتمال هذه الزاوية الضيقة على كل مبادئ الإسلام ليس إليها من سبيل ولكنها أمر صعب المنال بل إننا الآن نحاول الوقوف على بعضها مبادئ الإسلام الأساسية كثيرة ويمكننا إجمالها في جوانب ثلاثة مبادئ الإسلام في جانب الصلة بالله سبحانه مبادئ الإسلام في جانب الصلة بالعبد وربه مبادئ الإسلام في جانب الصلة بين الناس جميعا أما عن هذه المبادئ المتعلقة بالصلة بالله سبحانه بعد أن وقفنا عليها أو بعد أن نقف عليها سننطلق إلى مبادئ الإسلام في جانب الصلة بالنفس البشرية وأخيرا نختم بالجانب المتعلق بالآخرين إن جانب الصلة بالله سبحانه لا بد أن يكون قويا وقد جاء الإسلام بمبادئ تحدد العلاقة بين الإنسان وربه فالرب رب والعبد عبد الله هو الذي يعطي والعبد هو الذي يأخذ الله هو القوي والعبد هو الذي يستحتاج إلى ربه جانب الصلة بالله الثقة بعطائه الثقة بمنعه الثقة بما أرسى الله عز وجل من قواعد بين البشر أما في جانب الصلة بالنفس فعلى المرء التي جاءت بها مبادئ الإسلام التي جاءت بها في هذا الجانب إنما تربي في الإنسان أن يهتم بنفسه وأن يزكيها وأن يطهرها وأن ينقى بها عن مواطن الهلكة وأن يسير بها في طريق الهدى وأن يبتعد عن طريق الردى أما في جانب الصلة بالآخرين فهي أي تعاليم الإسلام ومبادئه جاءت شاملة للعلاقات بين البشر جميعا بين الجار وجاره والزوج وزوجه وزوجته والأولاد وآبائهم وكذلك الأخوة وحقوق جميع البشرية فيما بينهم إنه ما يسمى بالصلة بالآخرين والحق تبارك وتعالى قد جمعها والحق تبارك وتعالى أشار إليها وجعلها من العبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل من كان مختالا فخورا ولذلك أعزائي الشباب جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله في كلمة واحدة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كذلك من المبادئ الأساسية في جانب الصلة مع الله كما قلنا الدعوة إلى الإيمان بالله وأركانه الستة الداعية هو ذاك الذي يجعل من الدعوة منهجا ويجعل الدعوة نصب عينيه يقوم بكل مفرداتها مؤديا بكل ما منحه الله من قوة وأدوات كذلك الدعوة إلى أركان الإسلام الخمسة فالمسلم يدعو إلى الإيمان إلى الإيمان بالأركان الستة وكذلك يدعو إلى الإيمان بالأركان الخمسة وهي الأمور التشريعية الدعوة إلى الإحسان وهذا كله ما قد جمعه حديثنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب جبريل ويخاطبه جبريل إذ لا يكتمل إيمان المسلم إلا بهذه الأمور الثلاثة ولا يخفى آثر هذه الاعتقادات والأعمال والأحوال في حياة الإنسان وهي بمجموعها يمكن أن يعبر عنها بالتقوى التقوى هي الإيمان بالله والدعوة إلى دينه والإيمان بنصوص القرآن والسنة عقيدة وشريعة وأخلاق وإحسانا إلى الناس ولأهمية هذه المبادئ وتفصيلها على غيرها من بين الأمور التي جاء الإسلام بتفصيلها وتوضيحها للناس فضل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كلها فجعلها دينا حيث أطلق عليها صلى الله عليه وسلم كلمة الدين فقال في حديث جبريل بعد أن فصل تعاليم الإسلام قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فالدين إذن وهو موضوع الدعوة ما يقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق كما سبق وأن وضحنا